يعني احنا برضو شايفين حتى الاقتباس بتاعك اقتباس حلو جدا يعني الجعران بتاعك شكله مختلف وحلو جدا وبرضو الجناح وفكرة التصميم بتاعتك فرعونية اكيد بس ليها طبع مميز وليها بصمة مميزة بس عايز برضو اعرف منك في الغالب انت كل تصميماتك فرعونية ولا ممكن تعملي حاجة تكون مثلا مودرن او حاجة كلاسيك شوية والكلام ده كله انا فكرتي هو الاستلهام من الفنون الترافية المصرية بشكل عام سواء كان من الحضارة المصرية او فنون النوبة فنون سانت كاترين فنون سينة دايما بيهمني اوي ان انا استوحي من المجتمعات المصرية المختلفة كل مجتمع من دول له خواص مختلفة فمثلا النوبة دايما في ذكرتنا وفي رحلاتنا بيسترعينا فكرة البيوت الملونة ودي فعلا انا استخدمتها في تصميماتي اما مثلا سانت كاترين فمعروفة بفكرة التطريز اليدوي والالوان المستوحية من النباتات اما سيوة فمعروفة مثلا بالوان الزرع والبلح والالوان المختلفة فكل مجتمع من دول له مطموعة لونية ولو مواطفات مختلفة عن المجتمع التاني وكل دهك الاخر متقدم بشكل مواطف طيب اكيد طبعا يعني اليومين دول الدهب غالي شويتين تلاتة هل ده معمول الدهب فعلا ولا ده مش مدهب ده انا شغلي فعلا معمول كله من النحاس انا حدي ورشة في الجمالية قريبة من نحاسين انا بحفر شغلي على النحاس بعد طبعا معمل التصميم ببدأ يتحفر بشكل يدوي على النحاس ويبدأ بعد كده يتعملوا تجهيزات زي يتعمل بيت الفص اللي هو الجعران هتلاقي ان هو شايل ارث الشمس ارث الشمس ده انا نستبدلها بفكرة ان انا احط في حجر فده بيتحمل له معالجة معينة باللحام وبعد كده بيدخل بقى ياخد فعلا دهب ايار واحد وعشرين طبقة وطبقة حماية طبعا على الثاني تزيله القوة والنقاط تكلفته كام مثلا يعني حاولي قد ايه كده مش هتقولك على الزوع يعني لو حد عايز زيه مثلا يعني او لو حد عايز شاركك الحقيقة هي فرح كل واحد بيلبس قطعه وبيديله بديلها قيمة يمكن اعلى منها بكتير القيمة المعنوية للقطع لان هي معمولة بحب ففعلا الجزء المعنوي اللي في كل القطع الحمد لله واصل لان فعلا القطع معمولة بحب ومعمولة بتفسير ومعمولة واخدة كل عناصر الفن المصري القديم من القوة والاسرار وفكرة التجدد وفكرة الحماية والامان المستوحى من ايزيس والاجمحة الحمية للجعران كل الافكار وكل الافكار المستوحى من المصري القديم متحققة وده بيتي قوة للقطع ويخلي الناس تحب انها تلبسها وهم كمان بيبصلها زي ما طبعا فرح اضافة العقد يعني اضافة جديرة جدا خلته فعلا يعني جيته معنا وحاجة حقيقة حاجة مشرفة جدا